غلق الخط الله عليك ما قال المعزوم عندكم يلا همردها هذا ما غلق الخط همرد زين زين ليش غلق الخط زين يهجر فاعترف ها انه عمر يهجر طيب يلازم يشرك علي اشلون امو مشكلة مو مشكلة على صحابي جليل مو مشكلة نعم علي صحابي جليل في كتبهم قال للنبي انك تهجر مو مشكلة فبموازينهم بكتبهم خلي كفرون بعمر ويكفرون بالصحابي علي خلي طلعون من الاسلام ويرجعون يدخلون بالاسلام الشيعي ايه مو مشكلة لا لا خلي دخل علي خلي دخل علي في موازينه في اعتقاده هو يريد يدخل علي انه علي قال للنبي يهجر مو مشكلة خلي قول علي قال يهجر احنا عندنا علي محمد محمد علي في كتبنا علي ولا يقول جيد جيد زين وصلت ايه لعبة ايه لعبة حرامات المفروض يردونا بهالنقطة هاي المفروض المفروض هي هنا 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 تستعمل القاعدة القريشية زين هنا تستعمل اذا واحد قال طيب احنا معتقدين عمر بن الخطاب احنا راح ناخذ التصالات احنا معتقدين عمر بن الخطاب قال للنبي انك لا تهجر وعنا عمر كفر مثلا ومعاه علي ولا مؤخزة طيب مو مشكلة معاه علي معاه علي انا اقول لك معاه علي ايه علي صحابي قليل نعم صحابي قليل لا ينفع ولا يضر وما عنده شي حاجة نعم فاكفر بعلي الصحابي القليل واكفر بعمر واكفر بأبي بكر واكفر بدينك وتعال عندي تعال عندي عشان ابين لك علي المعصوم اللي كان في حزرة النبي محمد الثاني لا يتكلم انما محمد يفتعل هذا الفعل حتى يختبر المنافقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي المحمد الثاني من ينشكل على علي المعصوم من فانت اذا اردت ان تشكل على علي يا كرفطة يا طربيزة ورأيتين عرفي على طربيزة قواز متعة يوم التمتع والصحابة بالصحابيات في صحيح البخارة ومسلم دق متعة المطافة رسمها اذا اردت ان تشكل على علي المعصوم لن تستطيع حتى ان تحول علي صحابي قليل فمثل ما تفضلت حول صحابي قليل دخل مع عمر طيب مو مشكلة علي صحابي قليل قال للنبي انك لتهجر مو مشكلة وعمر وابو بكر كلهم كافرين مو مشكلة اكفر بالدين اللي انت بيه اطلع تعال عندي عمل لك ملوخية بالدقاك باللحمة بعد ما فيه له ملوخية بالارانب حرام يوم اللي تجي عندي راح ابيين لك عني معصوم علي روح محمد علي نفس محمد علي محمد ومحمد علي انتهي النقاش فاذا وجوله علي في رزية الخميس كان وجود محمد ومحمد كان يقول ايتوني بكتاب وعلي كان يقول ايتوني بكتاب هذا خب هذا دي الموضوع سير سيري نعم نعم بعد كرافطة ترجمة نانسي قنقر